جريدة منبر الشرق رئيس تحريرها علي الغياتي لكن احنا هنقرأ مقال من الصفحة الاولى المقال بصحف كبير اسمه حبيب جماتي وده صحفي متخصص في الشؤون العربية وقديب ومؤرخ لبناني كبير جدا هللينا نروح ليه المقال المقال عنوانه ليسوا في نزاع مع العرب وبيقول في خطب رئيس الوكالة اليهودية بفلسطين في جمع من الصهيونيين فقال نحن لسنا في نزاع مع العرب تخيل نحن لسنا في نزاع مع العرب بل في نزاع مؤقت مع الإنجليز يا سلام معرفتكش أنا كده المهم وبيقول وأما ما نريده استمرار الهجرة بأي وسيلة وبأي تمن خد بالك الهجرة بأي وسيلة وبأي تمن وإنشاء دولة يهودية مستقلة في فلسطين شفت المطالب المتوضعة المطالب المتوضعة دي هي الكلمة اللي استخدمها حبيب جماتي للتعليق على المطالب وقال دي المطالب المتوضعة اللي اليهود عايزين يحققه في فلسطين وهي كما يتضح للذين ليست عقولهم في رؤوسهم لا تعد نزاعا مع العرب كما يقول الزعيم السهيوني بمنطقه العجيب كلام سابق زمنه بشكل لا يمكن احنا بنتكلم العدد ده صدر 14 ديسمبر سنة 1945 وناخد بالنا ان الجريدة دي يعني مصرية ويه الكاتب لبناني وازاي قضيط فلسطين في القلب احنا بنتكلم 45 لزا مرحناش لتقسيم فلسطين ومع ذلك حبيب جماعتي الحقيقة كان سابق زمنه اشتركوا في القناة